كيعك الشاي المقرمش بالسمسم وصفي سهل كتير وشاهية خليكن معي تابع الفيديو للأخير وإن شاء الله الوصفي راح تناه لإعجابكن بيسعدني وبشرفني أعرف المتابعين من وين عبيتابعوني بالبداية بنحتاج لكوبين ونص من الطحين الظرف فيكنج فاودر ما يعادل 10 غرام ظرف بانيلا ما يعادل ملعقة صغيرة 5 غرام رشي صغيرة من الملح ننخل هدول المكونات هدول هن المواد الجافة كوب إلا ربع سكر بودرة نس كوب من الزيت النباتي حبتين من البيت البيت بحرارة الغرفة نخلط هدول المكونات مع بعضهم لحتى الخليط يصير عنا بلون واحد ويدوب عنا السكر على أخير ونضيف المواد الجافة ومنعجنها لحتى نحصل على عجينة ناعمة بهذا الشكل ومنشتغل فيها مباشرة ومنحتاج كمان للسمسم محمص منحط القطعة بالسمسم حيك نضغط عليها لحتى تتغلف بالسمسم ومنحطها مباشرة بسينية الفرن والسينية فيها ورق الزبدة نكمل كل القطعة بنفس الطريقة وهاي هي كل الكامية والفرن شغل على حرارة 180 درجة مئوية بدها تقريبا 22 دقيقة والنار شغل من فوق ومن تحت سوا هذا هو شكله من بعض ما طلع من الفرن بعد ما نخلص شوي كل الكامية ما نعيدها للفرن الفرن مطفي وساخن حتى يبرد الكعك فيه لحتى ينشف ويقرمش معنا بشكر كل حدا بقي معنا لاخر الفيديو وحط لايك وتعليق واذا حبيتوا تجربوا الوصفة راح تلاقيوا كل المكونات بصندوق الوصف تحت الفيديو وبهذا الشكل خلصت وصفتنا بتمنى نالت اعجابكم وانتظروني بوصفة جديدة مع السلامة في امان الله